مرحبا عزيزين متابعي قناة بلين بعيون عربية الفيديو ماتي اليوم هو عن الحضر في تطبيق انستجرام وتحديدا عن الحضر المؤقت في تطبيق انستجرام قبل ما ابدي الشرح لا تنسون دعمي باشتراك و لايك وتفعلون زر الاشعارات حتى يوصلكم كل شي جديد من عندي طبعا انا ما عندي حضر لكن المتابعين ما التي يدخلون علي فلهذا انا اشتق المعلومات من عدهم وارسلها لكم فاي واحد يصير عنده اي مشكلة او باي تطبيق موجود فاتمنى يرسلها الي في الخاص وحساباتي راح تشاهدوها على يمين او يسار الفيديو مثل ما تعرفون تطبيق سناب يعطينا حضر مؤقت وحضر دائمي ايضا بالنسبة لتطبيق انستجرام يعطي حضر مؤقت وحضر دائمي طبعا راح تكلم عن حضر المؤقت في الانستجرام احد المتابعين صار عنده فرسل لي الرسالة وحبيت اشرح لكم الاسباب وكيف راح ينفتح الحضر خليكم وياي من داخل الرسالة اللي وصلت حسا مثل ما تشاهدون هاي الرسالة وصلت للمتابع مالتي والمكتوب بها انه الحساب مالتك توقف مؤقتا بسبب انه انت شاركت التطبيق مالتك او شاركت الحساب مالتك ويا متابعين حتى تحصل على لايكات او حتى تحصل على اشتراكات فهذا الحضر راح يستمر لغاية 7-6-2022 يعني يوم 7-6 راح يفتح ما كاتبين بل ضبط الساعة مثل تليغرام يعطيت ساعة مالتك لكن هنا كاتبين انه يوم 7-6 راح يفتح الحضر فاذا غلط تكتب تلقص فاني انصح انه اول شي لت تدخل على تلقص لانه راح احتمال يكتشف لك شي جديد وراح يحذفك المتابع مالتي اللي عمله كالاتي حاليا انا داخل الانستغرام مالتي dr-enter-slash-kjled-1-23535 فلو دخلت على اللي تتابعهم او اللي تابعوك فانه لو دخلت وعملت هنا remove 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 هذولة بسرعة فد 21 ورحت هنا ايضا هنا انفلو 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 فالاجهزة اللي موجودة او المستشعرات تحس مو انت تحس كأنه جهاز انت جايبة او تطبيق هو ده يحذف هذولا المتابعين المتابع مالتي دخل على اللي تابعهم وحب اللي ما مشتركين وياه مثل ما ده تشاهدون هذولا ما مشتركين وياه يحذفهم كان يحذف بصورة سريعة فاجاء الحضر طبعا هذا الحضر مثل ما قلت مؤقت اما بالنسبة لو دخلت على اي متابع وردت تاخذ المتابعين مالتي مثلا راح ادخل هنا واروح اللي تابعهم اقدر اضيفهم كلهم لكن حاول كل يوم فقط اضيف مو اكثر من 20 30 مو اكثر 30 واحد حتى لا يجيك حضر مؤقت هذا الحبيت اشرح لكم قبل ما انهي الفيديو حبيت اضيف اللي راح توصله هاي الرسالة لا يعمل اي شيء لا يحذف التطبيق ويرجع كل ساعة يحاول كل ساعة يحاول هذا عبارة عن حضر مؤقت موجود التاريخ هنا ده تقروه بس هذا بي شروط لا تكبس على تيل اص حتى لا يكتشفون شيء ثاني عندك بي شروط انه انت دخلت الان المنطقة الحمراء عدة تطبيق في التطبيق عفوا فلا تحاول ترتكب بعد هذا اخطاء لا تحاول تروح على التطبيقات اللي ممكن تزيد متابعين او تطبيقات زيد اللايكات فهذا راح يكتشفوه وينطوق خطأ ثلاث اخطاء انا متأكد راح ينحذف التطبيق الخطأ الثاني ممكن الفترة راح الطول فاتمنى كل شخص يدخل انه الان صار عليه حضر مؤقت بعد ما ينفتح الحضر المؤقت ينتبه انه الان هو بالدائرة الحمراء اللي على اثرها اي خطأ ثاني راح ينحذف حسابه نهائيا ما راح يقدر الحضر النهائي ما راح يقدر يرجع فانتبهوا دائما دائما حاولوا اذا اجاكم اي خطأ بأي تطبيق انه لا ترتكبون اخطاء ولا تحاول دائما تضيف كثير وترجع اذا ما قبله الصداقة ترجع تشيلهم هذولا يعني راح يكون الاجهزة اللي مستشعرات راح تكتشف انه انت كأنه عندك اجهزة ورح تحضرك فهذا اللي حبيت اشرح لكم ايا انه انتبهوا لانه هذا الحساب عزيز وما يتعوض ابد اتمنى بنهاية الفيديو استفاديته من الشرح مالتي لا تنسون دعمي باشتراكوا لايك وتفعلون زر الاشعارات حتى يوصلكم كل شي جديد من عندي مع تحياتي من برلين عاصمة المانيا مع السلام اي سؤال او استفسار اي مشكلة كتبوها بالرسائل تابعوا فيديوهاتي اكون جدا شاكر وشكرا للجميع مع الف سلامة اشتركوا في القناة